تصريحات وصفت بالعنصرية لوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي أميرو حنة بعدما طلب من مصلحة السجون بإعطاء اللقاح ضد فيروس كورونا للعاملين في السجون وعدم تطعيم الأسرى الفلسطينيين إلا بموافقة الحكومة الإسرائيلية أولا نادي لاسير الفلسطيني حمل سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة ومصير الأسرى وطالب المجتمع الدولي بإلزام إسرائيل بتوفير اللقاحات اللازمة أولا نطالب بالتطعيم الآن مع هذا الموضوع مطروحا نطالب بالتطعيم وفقا للأولويات التي حددتها دولة الاحتلال يعني قالوا المرضى وكبار السن ولدينا مرضى وكبار السن في السجن المفروض أن تكون اليوم أو غدا أن تبدأ عملية تطعيمهم عدم تطعيمهم يدل على أن إسرائيل لا تريد أن تلتزم بالبروتوكول العالمي الذي أعطى لهذه الفئات الأولوية وتطالب المؤسسات الرسمية الفلسطينية التي تعنى بالأسرى وأخرى قانونية بلجنة طبية محايدة بمشاركة الصليب الأحمر الدولي للإشراف والمراقبة على أي عملية التطعيم للأسرى والإفراج عن المرضى منهم بعدما وصل عددهم إلى 700 أسير مريض يتعرضون لجرائم وانتهاكات وتحديدا الأشخاص ذوي العاقة نحن طالبنا الصليب الأحمر ومنظمة الصحة العالمية كل الوقت بأن يتحركوا في الجائحة لإطلاق صراح الأسرى المرضى وكبار السن والآن نطالبهم بأن يتحملوا مسؤولياتهم بحماية أسرانا وأسيراتنا من خلال التطعيم وضمان أن يكون ذلك مماثلا ومشابها لما تكون به دولة الاحتلال اتجاه مواطنها ويبلغ عدد الأسرى قرابة 4400 أسير بينهم 41 سيدة في حين بلغ عدد المعتقرين الأطفال قرابة 170 والمعتقرين الإدارين دون تهمة نحو 380 وفق بيانات رسمية فلسطينية 140 أسيرا فلسطينيا في سجون الاحتلال الإسرائيلي أصيبوا بفيروس كورونا تقول إسرائيل أنهم ليسوا أولوية لأطاهم لقاحات الفيروس فالفلسطينيون لهم تجربة مريرة مع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية فكثيرا ما أخفيت الملفات الطبية للأسرة وفي العديد من المرات لم تفصح عن طبيعة المرض الذي أصاب هذا الأسير أو ذاك من أمام سجن عفر ضياح وشياء الغد راما ترجمة نانسي قنقر